في موريتانيا افتتح المزاد الانتخابي المرشحون في الانتخابات النيابية والمحلية بدأوا حملاتهم استعداداً للاقتراع في الثالث عشر من مايو المقبل خمسة وعشرون حزباً سياسياً سيبدأون معركة للتنافس على مائة وستة وسبعين كرسياً داخل البرلمان التوقعات تشير إلى سباق محتدم بين حزب الإنصاف الحاكم وأحزاب داخل المعارضة من ضمنها حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية للتوجه الدينية وحزب السواب وبعداً عن التوقعات يسعى حزب الإنصاف الحاكم لنيد الأغلبية ليستمر في سيطرته السياسي على المجالس المحلية والجهوية وسناداً لهذا دفع الإنصاف بوزرائه وكبار مسؤوليه الحكوميين في الصراع الانتخابي بينما يكافح حزب التجمع الوطني للحفاظ على موقعه كثاني أكبر كتلة برمانية داخل مجلس النواب كل هذا سيحتكم في نهاي الإرادة مليون وثمانمائة مواطن لهم الحق في الانتخاب انتخابات تعاول على نجاحها السلطة بشكل كبير نظراً لكونها أول اختبار ديمقراطي في البلاد في عهد الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني الأمر الذي دفع كل أجهزة الدولة لحشد قواها من أجل تسيير حملات الانتخابات بشكل خال من المشكلات وإنجاز عملية الاقتراع من دون تسجيل خروق انتخابية اشتركوا في القناة